راجل معه 25 ألف دولار المبلغ ده هو تحويشة عمره وكل ما يملكه وكان حط المبلغ ده في العملات الرقمية الأسبوع اللي فات حاول يسحب فلوسه العملية ترفضت في اللحظة دي إيدي بدأت ترتعش وقلبه بدأ يرتجف ويدق بسرعة لأنه كان مرعوب وخايف من احتماله إنه يخسر شق عمره حاول مرة واثنين وعشرة يسحب الفلوس ولكن العملية برضه ترفضت باختصار مفيش سحب وفلوسه طارت في الهوا واحد تاني بقى كان مئات 350 ألف دولار هم حصلت مدخراته واستثماراته على مدار 15 سنة وكان حطتهم في العملات الرقمية برضه الراجل ده هو كمان فقد إمكانية الوصول لفلوسه الأسبوع اللي فات وغالباً فلوسه ضاعت للأبد اللي فاتت دي قصص حقيقية والشخصين دول هم عينة من مئات الألوف من المتدولين في العملات الرقمية اللي صحيوا من النوم قبل أيام لقوا نفسهم مش عارفين يوصلوا لفلوسهم وده ببساطة لأن البورصة اللي كانوا بيبيعوا ويشتروا من خلالها انهارت في خلال ساعات الأسبوع اللي فات انهارت بورصة العملات الرقمية الشهيرة FTX واللي كانت لحد أيام قليلة فاتت تالت أكبر بورصة عملات رقمية في العالم كله البورصة دي وقعت وتقدمت بطلب لحمايتها من الإفلاس وفلوس المتدولين عليها طارت في الهوا ناس كانوا نايمين مليونرات صحي وشحتين ما معهمش دولار واحد حتى مؤسس البورصة كان في بداية الأسبوع مليار دير مع 16 مليار دولار وعلى نهاية نفس الأسبوع كانت ثروته زيرو صفري يعني لكن مؤسس بورصة FTX هو في الحقيقة آخر واحد يصعب عليك أو تزعل عليه في القصة دي لأن المحترم ده هو السبب الرئيسي في انهيار البورصة واخسارت الناس لفلوسهم بورصة FTX ودت فلوس الناس فين؟ ده السؤال اللي مجنن الكل دلوقتي يعني أنا ممكن أفهم إن أكون حطت فلوسي في عملة رقمية معينة فسعرها ينهار فأخسر فلوسي لكن بورصة المفروض إن كل شغلها إنها تكون وسيط بين البايع والمشتري وبتاخد عمولتها مقابل دورها كوسيط وملهاش إنها تتصرف في دولار واحد من فلوسي أو فلوس غيري اللي هي أمانة عندها إزاي تضيع الفلوس وما يبقاش معها فلوس كافية تديها للناس اللي بتطالب بفلوسها فلوس الناس دي فين؟ إيه اللي حصل بالزبط الـ FTX إزاي مليارات الدولارات اختفت كده في لحظة؟ وهل في أمل إن الناس دي تاخد فلوسها في يوم الأيام؟ والله خلاص كده كله راح وهل الأزمة دي هتكون سبب في نهاية سوق العمليات الرقمية اللي بيمر في الفترة الأخيرة بأسوأ حالاته؟ والسؤال الأهم بقى هل في أمل إن الناس تتطعز وتتعلم؟ دي الأسئلة الصعبة اللي هنحاول نجاوب عليها مع بعض في حلقة النهاردة أنا عشرف إبراهيم بالمخبر الاقتصادي بلس أنا راجل صاحب بنك البنك ده لما تيجي حضراتك تبصط على الميزانية بتاعته بتلاقي فيه جانب الأصول 20 دولار كاش في الخزنة و100 دولار قروض أنا مديها للشركات كبيرة في السوق وعلى الناحية التانية من الميزانية بتلاقي عند التزامات أو خصوم في صورة 100 دولار هي أموال المدعين دي الفلوس اللي الناس حطاها في البنك عندي المهم لسبب ما حصل فجأة بنك ران أو فزع مصرفي والمدعين قراروا بكرة الصبح يسحبوا فلوسهم يعني عاوزين مني 100 دولار وقتي أنا ساعتها لما جا بص على الفلوس اللي معايا هلاقي نفسي مش قادر أدفع لهم كلهم أنا كبنك أي نعم مديون للمدعين بـ 100 دولار بس ومعايا وصول قيمتها 120 دولار يعني اللي معايا أكتر من اللي علي ولكن الجزء الأكبر من أصولي هو عبارة عن قروض أو أصول غير سائلة المدعين هيحتاجوا أصبور علي لحد ما الشركات تردلي القروض اللي واخدها مني أنا في الحالة دي كل اللي بعاني منه هي مشكلة سيولة فلوس الناس موجودة ولكنها مش حضرة كلها دلوقتي مشكلة السيولة دي سهلة ولا حلول الأخطر بقى أو اللي يزعل هو إنه يكون عندي مشكلة إعثار يعني الفلوس اللي علي أو جزء منها مش موجود أصلا يعني تلاقي مثلا عندي في جانب الالتزامات أموال مدعين بـ 100 دولار وفي جانب الأصول كاشو قروض بـ 60 دولار طيب الباقي راح في إني مفيش يا معلّ واحد حبيب معرفة فاشل كان مزنوق في قرد بـ 60 دولار علشان يعمل مشروعها ولأن في عشرة ما بيننا إديته القرد رغم إنه عارف إن ملقته المالية بسوى الأرض والمشروع خسر واضطريت كمان كأسطب القرد من ميزانية وأعاملوا كديون معدومة في الحالة دي لو المدعين كلهم طالبوا بفلوسهم أنا حلبس في الحيط وحبقى متعسر رسمي وحضرة بأحلة تفليسة إدراك الفرق بين مشكلة السيولة ومشكلة الإعثار مهم جدا علشان تاخدوا بالكم من اللي هنحكي فيه دلوقتي باختصار إحنا في حالة بورصة FTX العملات الرقمية بنتكلم عن مشكلة إعثار جزء كبير من فلوس المتدولين مش موجودة أصلا بنتكلم على فجوة قيمتها 8 مليار دولار تقريبا والوضع ده بقى له فترة كبيرة بس ما حدش خد باله منه لأن معدل السحب اليومي من جانب المتدولين كان في الطبيعي فرنج عشرات الملايين من الدولارات وده مبلغ صغير جدا بالنسبة لبورصة كانت قيمتها لحد وقته ريب 32 مليار دولار لكن أول ما حصل فزع والصحبات بقت بالمليارات في خلال ساعات كله تكشف وبال وخلونا نرجع خطوتين لورا ونحكي القصة من الأول سان بانك مانفريد ده شاب أمريكيا عنده النهاردة 30 سنة من حوالي خمس سنين وتحديدا في أواخر 2017 الشاب ده أسس صندوق للاستثمار في العملات الرقمية اسمه Alameda Research وفي نفس السنة صديقه تشانك بينك تشاو والمعروف باسم CZ أسس بورسة Binance لتداول العملات الرقمية في خلال فترة قصيارة صندوق Alameda Research بقى واحد من أهم سنديق العملات الرقمية في العالم وبورسة Binance بقت أكبر بورصة لتداول العملات الرقمية في العالم المهم جينا في 2019 لأينا سام عاوز يعمل بورصة عملات رقمية هو كمات زي CZ وبالفعل في مايو من نفس السنة أسس بورصة FTX اللي بتحلل المتداولين حول العالم إنهم يبيعوا ويشتري العملات الرقمية من خلالها وعمل في نفس اللحظة FTX US ودي بورصة منفصلة معمولة فقط للمقيمين في الولايات المتحدة بعد ست شهور من إطلاق بورصة FTX CZ مؤسس Binance اشتري 20% من FTX مقابل 100 مليون دولار وبكده بقى شريك في البورصة الجديدة اللي بتنفسه في سوق العملات الرقمية والعلاقة بين الاثنين اللي هما CZ مؤسس Binance وسام مؤسس FTX فضلت كويسة لمدة 18 شهر بالزبط بعد كده بدأ العوق في مايو 2021 FTX تقدمت بطلب للسلطات في جبل طارق علشان تاخد ترخيص لشركة تابعة من ضمن الإجراءات اللي اتطلبت من FTX علشان تاخد الترخيص ده هو إنها هتقدم بعض المعلومات المفصلة عن المساهمين الرئيسيين فيه وإن المساهمين دول كان أبرزهم طبعاً Binance والمطلوب كان معلومات عن CZ ومصادر ثروته وعلاقاته المصرفية بالإضافة لمعلومات عن هيكل ملكية Binance بدون المعلومات دي FTX مش هتاخد ترخيص المهم الشؤون القانونية في FTX تواصلوا مع نظراءهم في Binance علشان يبعتوا لهم المعلومات اللي الترخيص واقف عليها لكن الجماعة في Binance على الناحية التانية كانوا ودن من طين ودن من عاجين مش بيردوا FTX بعتت لBinance في الفترة ما بين مايو ويوليو 2021 عشرين مرة ومحدش رد عليهم وده طبعاً عطل FTX في شهر يوليو 2021 سام مؤسس FTX زهد من Binance وقرر إن هو خلاص مش هيستناهم أكتر من كده وقام راح اشترى من Binance الحصة اللي بيملكوها في FTX علشان يقدر ياخد الترخيص براحته سام اشترى الحصة مقابل ما يعادل 2.1 مليار دولار والدفع ما كانش بالدولار كان بالعملات الرقمية المبلغ ده الجزء الأكبر منه الدفع في صورة العملة المستقرة بتاعت Binance بيو اس دي والجزء الباقي كان عبارة عن العملة الخاصة ببورصة FTX المعروفة باسم FTD وبكده CZ وبينance خرجوا من FTX لكن لسه معاهم كميات كبيرة من العملة بتاعتها بعدها بشهرين FTX خدت الترخيص في جبل طارق وخرج سام المزنى اللي كان CZ حطه فيه ومن اللاحظة دي العلاقة باللي اتنين توطرت وبقى فيه تلقيح كلام وتصرحات مضادة منهم تجاه بعض من وقت للتاني واللي وطر العلاقة أكتر هو وصول معلومة لـ CZ مؤسس Binance مفاتها النساء مؤسس FTX بيتكلم على Binance بشكل سيء وبيهاجمها في خلال اجتماعاتها مع الجهات التنظيمية في أمريكا وده طبعاً بيعرض Binance للخطأ الجهات التنظيمية في أمريكا ممكن تقطع المية والنور على أدخن حد في سوق العملات الرقمية بقرار واحد هل CZ شال الحركة دي في نفسه وقرر إنه ينتقم من FTX؟ في الحقيقة ما نعرفش لكن المؤكد إن CZ كان له دور مهم في انهيار FTX تقدروا تقولوا إنه هو اللي ضربها الرصاصة الأخيرة اللي جابتها الأرض الأكشن كله بدأ يوم الأربعة 2 نوفمبر اللي فات في اليوم ده موقع CoinDesk المختص بأخبار العملات الرقمية حصل بشكل ما على وثيقة داخلية مصربة بتكشف وجود كارثة في البيانات المالية بتاعة Almeida Research كنت قلت لكم من شوية إن سام عنده صندوق Almeida Research الضخم اللي بيستثمل في العملات الرقمية وعنده بورسة FTX المفروض إن دول كيانين منفصلين ما لهمش علاقة ببعض لكن بحسب الوثيقة المصربة في علاقة مش تمام بين الاتنين في 30 يونيو اللي فات أصول Almeida Research وصلت قيمتها الـ 14.6 مليار دولار بحسب الوثيقة بقى خمسين الأصول دي أو 5.8 مليار دولار منها هم في الحقيقة عبارة عن عملة FTT ودي كارثة طب ليه كارثة؟ هقولك الـ FTT هي العملة بتاعة بورسة FTX عملة المتدولين على المنصة ممكن يستخدموها في إنجاز المعاملات اللي بتتم هناك الدافع اللي بيخل المتدولين يشتروا الـ FTT هو إن بورسة FTX بتديهم قصومات على رسوم المعاملات لو بيعملوها بالـ FTT يعني مثلاً لو افترضنا إن رسوم المعاملة على المنصة هي 1% لو إنت بتعمل المعاملة بالـ FTT هتبقى مثلاً 0.5% بس وتقدر تبيع الـ FTT في أي وقت برحدة كده المتدول من ناحية بيكسب رسوم معاملات أرخص وبورسة FTX على الناحية التانية عملت عملة وخلت لها إيمة من إلحاقه حرفية دلوقتي بقى ظهور الـ FTT الميزانية بتاعة ألميدا رسيرش اللي هي شركة ما لهاش أي علاقة قانونية بالبورصة معناها إن FTX سلفت ألميدا رسيرش مليارات من الدولارات تب دا حصل إمتى وإزاي؟ في مايو ويونيو اللي فات ألميدا عملت شوية خسائر زي الفل وده بسبب دخولها في سلسلة من الصفقات الفشلة واللي من ضمنها مثلاً إقراط شركة فيوجر ديجيتال 500 مليون دولار بعد الاتفاق دا بشهر فيوجر تقدمت بطلب لحمايتها من الإفلاس في سبتمبر اللي فات حصل ما زاد على أصول فيوجر وساعتها ألميدا حربت الكل بما فيها باينانس واستحوزت على أصول الشركة الفشلة اللي اسمها فيوجر مقابل 1.4 مليار دولار دي عينة من الصفقات اللي دخلتها ألميدا المهم بسبب الصفقات الفشلة من ناحية وتراجع سوق العملات رقمية من ناحية تانية ألميدا بقت في أزمة وحتاجت فلوس هنا بقى المعلم سام أمر رايح بشكل سري وبدون علم المدراء التنفيذيين اللي شغالين معاها في FTX حول 4 مليار دولار تقريباً من أموال البورصة مضمونة بأصول زي ال-FTT وأسهم في شركة روجنهود لحساب ألميدا هنا احنا عندنا مشكلتين أولاً ال-FTT لا تصلح كضمان أصلاً لأن العملة دي سهل جداً قيمتها توصل للصفق ومستر سامي يقدر ببساطة يعمل منها مليارات النسخ بدون حسيب أوراقية المشكلة التانية والأخطر بقى هي إن جزء من الفلوس اللي تحولت الألميدا هو في الحقيقة أموال المتداولين على المنص بحسب لومبرج بورصة FTX كان معاها المفروض 16 مليار دولار أصول من العمل أكتر من نص الفلوس دي تحول الألميدا يوم 6 نوفمبر يعني بعد أربع أيام تقريباً من صدور الوثيقة المصربة CZ معسس باينانس طلع قال يا جماعة في ضوء المعلومات اللي تم الكشف عنها إحنا حنبيح حيازاتنا من الـFTT الـFTT اللي معادي اللي هي كان واخدها في قطار صفقة خروجه من FTX لو تفتكره بنتكلم على ما يعادل حوالي 580 مليون دولار بيع مؤسس باينانس الكمية الكبيرة دي من الـFTT في الوقت دا بالتحديد يعتبر ضربة مباشرة للبورصة المنافسة لي اللي هي الـFTX لأن كده سعر الـFTT حينهار وكله حيجري باعها انهيار سعر الـFTT هيأثر على استقرار بورصة FTX وفي ظل الكلام على إن أصلاً FTX نسلفة نصف فلوسه لعملة وواخدها وصادق FTT يبقى كده كل حاجة انتهت علشان كده أول ما مؤسس باينانس أعلن إنه هيبيع الـFTT اللي معاه كارولاين أليسون المديرة التنفيذية لألميدا ريسيرش جريت عليه وقالت له هنشتري منك الـFTT اللي معاك مقابل 22 دولار للعملة الوحدة وده كان سعر العملة وقتها مؤسس باينانس لو عاوز فعلاً ينقذ قيمة فلوسه اللي محطوطة في الـFTT هيوافق على العرض وحيبيعها لكنه رفض يبيع لألميدا لأنه عاوز يرمي الكمية اللي معاه في السوق ويوقع على السعر وده اللي حصل المتداولين جريوا يبيعوا حيازاتهم الـFTT وفي نفس الوقت يسحبوا كل فلوسهم والعملات الرقمية اللي بيملكوها على بورصة FTX في اليوم ده اللي هو لحد 6 نوفمبر طلبات السحب من FTX وصلت لـ 5 مليار دولار ده في يوم واحد سعر الـFTT طبعاً انهار بسرعة الساروخ وبعد ما كان عامل 22 دولار في بداية الأزمة قبل أيام وإحنا بنصور دلوقتي سعرها بيقترب من 2 دولار بس كان يوم على طول اللي هو لـ 2-7 نوفمبر سام طلع وقال في واحد من المنافسين بتوعنا بيحاول يضربنا بشيئات كدابة وكمل وقال FTX بخير واصلنا زي الفل ده الكلام اللي مؤسس FTX قاله على تويتر لكنه في الحقيقة كان محتاس سام كان محتاج 8 مليار دولار على الأقل علشان يغطي طلبات السحب من العملاء ولكنه معهوش فلوس والتزاماته اللي هي في الحالة دي طلبات السحب أكبر بكتير من أصوله والسيولة اللي معاه علشان كده FTX ما كانش قدامها حل غير إنها تعلق عمليات السحب باختصار محدش هيسحب فلوسه وقرار حظر السحب اتطبق في الأول على المتدولين غير الأمريكيين اللي بيتدول على المنصة الدولية بتاعت FTX اللي عايش في أمريكا كان يقدر يسحب فلوسه عادي وده بحسب كلام سامب سببه إن FTX يو اس ملهاش علاقة خالص بالأزمة الحاصلة ممرش ثلاثة أيام ونلاقيهم وقفوا عمليات السحب في أمريكا كمان وبكده الفلوس بتاعت حوالي مليون عميل اتحبست جوه FTX ده إن كانت موجودة أصلا بس اللي لاحق خرج فلوسه لاحق واللي ملحقش ربنا عوض عليه المهم إحنا دلوقتي الثلاث تمانية نوفمبر وعاوزين بسرعة حد يدخل وينقذنا من خلال إنه يوفر لنا السيولة ويدينا تمانية مليار دولار بس علشان نديهم للناس اللي عاوزوا فلوسها ونستعيد ثقة السوق فينا تاني مين يا طارا ممكن يسلفنا؟ طبعا بما إن FTX ما هيش بنك زي مورجن ستالي أو مؤسسة تأمين ضخمة زي AIG فمؤسسة قيلة زي الفيدرالي اللي عادة بتتدخل لإنقاذ المؤسسات المهمة في القطاع المالي الأمريكي هتقف تتفرج ومش هتعبرها وواحد زي وورين بوفت اللي أنقذ جولد مانساكس في 2008 هيقول لك تخرب FTX فوق دماغ سحبها كر بوفت للعملات الرقمية يخليه لو إن FTX دي محتاجة دولار واحد علشان ما تنهرش مش هيطلعوا من جيبه في الحالة دي FTX ما قدامهاش غير الناس اللي شغالة معاها في نفس المجال بس هتروح لمين؟ أولا ما فيش تقريبا حد في سوق العملات الرقمية في الفترة الصعبة الحالية يقدر ضخ 8 مليار دولار في أي استسماء ما بالك بقى بشركة متعسرة وضريبها السلك زي FTX ثانياً بقى لو في حد يقدر في سوق العملات الرقمية ساعد FTX فهو ضريتها باينانس وطبعاً إنتوا عارفين إن المؤسسين لاتنين بتوع البورسطين ما بيتقوش بعض بس إحنا هنا في وضع صعب ولازم نتصرف في 8 نوفمبر سام عمل حركة مفاجرة وبساطة تصل بـ CZ معسس باينانس يطلب منه المساعدة الراجل بأخلاق الفرسان وافق بشكل مبدئي والطرفين وقعوا خطاب نواية لصفقة استحواز محتملها باينانس هتشتري FTX وبالتالي هتوفر سيولة لعملاء FTX لو الصفقة تمت سام طلع أليا جماعة إحنا وصلنا للنفاق استراتيجي مع باينانس في انتظار بس انتهاء عملية أو الفحص النافي للجهالة في العملية دي FTX سمحت لباينانس إنها تطلع على بياناتها وتقاريرها المالية علشان تعرف هي بتشتري إيه بالزبط وحجم المشاكل اللي وقع فيها الشركة تاني يوم على طول باينانس أعلنت انسحابها وقالوا في بيان إحنا كنا عاوزين نساعد عملاء FTX من خلال توفير السيولة لكن المشكلات اللي إحنا شفناها بتتجاوز قدرتنا على السيطرة وقدرتنا على المساعدة التصريح دا لما خرج من باينانس قتل FTX كانت الضربة القضية خلاص بالنسبة للسوق البورصة دي ما عادش فيها أي أمل لأن أكبر بورصة عملات رقمية في العالم طلعت على بياناتها المالية وطلعت قولك ما معناه الدنيا خربانة هل مؤسس باينانس كان قاصد الحركة دي؟ يعني هل وافق بشكل مبدأي على الاستحواز على FTX علشان يخليه يشوف بياناتهم المالية ويطلع يديهم إسفين سام بيقول أيوه بعد ما باينانس أعلنت انسحابها من مفاوضات الاستحواز على FTX سام قال لموظفين في البورصة بتاعته على فكرة سيزي من البداية ما كانش ناوي يشتري الخميس عشر نوفمبر سام طلع ورفع رايا البيضة وقال يا جماعة أنا فشلت وتاني يوم FTX سواء الدولية أو الأمريكية بالإضافة لصندوق ألميدا اتقدموا الطلب لمحكمة أمريكية في ولاية ديلاوير لحمايتهم الإفلاس في إطار الفصل 11 من القوانين الخاصة بإشهار الإفلاس في الولايات المتحدة ده معناه إن عمليات الشركة هتفضل شغالة لكن بقيادة مختلفة وتفضل تحت سلطة المحكمة لحد ما الدائنين ياخدوا فلوسهم سام بانك مانفريد تشيل وتعين بدل منه جون جاي ري الثالث وده هو نفس الشخص اللي أشرف على تصفية شركة الطاقة الأمريكية العملاقة إنرون السؤال بقى دلوقتي هل كده فلوس المتداولين في FTX راحت عليهم للأبد؟ خلينا أقول لكم إنه نظرياً لأ فعلياً آه جون ري الرئيس اللي اتعين جديد لـ FTX لما أشرف على تصفية إنرون زمان الدائنين قدروا بعد سنين ياخدوا 52 سنت مقابل كل دولار من فلوسهم بس دي كانت شركة طاقة أملاقة ولها وصول كتير الكلام ده طبعاً لا ينطبق على FTX اللي الجزء الأكبر من أصولها عبارة عن شوية أكوات ورد جداً ما يبقاش لها قيمة في أي لحظة في ناس تانية بقى ما عندهاش خلق تستنى عملية التصفية أو قاعدت التنظيم اللي ممكن تاخد سنين ودهور راحوا بقعوا أرصدتهم في FTX اللي ناس تعنيها بحسب كوين ديسك في ناس على تطبيق تيليجرام كانت بتشتري أرصد المتداولين على FTX مقابل أسعار بتتروح ما بين 10 و 15 سن لكل دولار مأساة والله بس يا جماعة يا دي قصة FTX باختصار وكالعادة في نهاية كل حلقة عندي سؤال لحضراتكم برأيكم بعد سلسلة الأزمات المتتالية دي هل ثورة العملات الرقمية انتهت؟ وهل لو معاك فلوس هتحطها فيها في ظل الظروف الحالية؟ أنا في حالات جديدة بإذن الله السلام